مصر تحتاج حاجتين أساسيتين العدالة الاجتماعية والحربيين اللي طالب بيهم المصريين التوزيع العادل للسرق وخطة تنموية تستهدف الفقراء وتستهدف الطبعات الأكثر احتياجا وفتح أفاق للتنفس وتنفس المجتمع من رئات أخرى وليس من رئة واحدة حرية التعبير وحرية الرأي لابد أن تكون مكفولة كما قال الدستور وتحميها الدولة مش تضيق عليها حركة الأحزاب لابد أن يبقى عندنا حيوية سياسية والأحزاب تشجع حتى بما فيها الأحزاب المعارضة أنها تنزل تشتغل على الأرض لأن حقائق القوانين الكونية بتقول الفراغ يجد من يملأه فين الفراغ اللي تركوا الإخوان المسلمين في الشارع مين اللي هيملاه لو أنت مملتوش هتملاه لو الطيار المدني مملهوش هتملاه الطيرات المتطرفة فالدولة لابد أن تدرك أن هذا الفراغ لابد أن يملأ بحيوية سياسية بفتح منافذ للتنفس لا لكابت الحرية ولا للتخوين ولكن مزيد من مش الضمانات بقى التشجيع على حرية الرأي والتشجيع على أن يدلوا الشباب بدلوهم في رأيهم في مستقبلهم لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقة في المستقبل عمدنا حاجات كتير جدا محتاجينها بس أهمهم العدالة الاجتماعية والحرية